السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهمة الضرورية اللي ممكن يكون لها علاقة بموضوع النهاردة وهو موضوع الضغط الجوي طبعا بنذكر بعض ان الضغط الجوي اخدناه وقلنا هو عبارة عن وزن عمود الهوى اللي مساحت مقطعه واحد سنتيمتر مربع وطوله هو ارتفاع الغلاف الجوي طب هو له علاقة بدرس النهاردة نعم طيب احنا كلمنا في الضغط الجوي انه قلنا عندنا فيه مناطق ضغط جوي مرتفع ومناطق ضغط جوي منخفض او نعين من الضغط الجوي وده بيتحكم في ايه درجة الحرارة فالنهاردة بنتكلم عن الرياح فالرياح احد الظواهر الجوية المهمة واما نعرف ايه هي الرياح او نشوف ايه هي الرياح تعالوا مع بعض كده نشوف معنى الرياح الرياح هي عبارة عن هواء متحرك الهواء المتحرك ده نتيجة ايه نتيجة اختلاف في الضغط الجوي يبقى عبارة عن هواء متحرك ومن مناطق الضغط الجوي المرتفع الى مناطق الضغط الجوي ايه المنخفض ده حصل ليه نتيجة اختلاف في درجة الحرارة يؤثر على الضغط الجوي وبالتالي عمل اختلاف او نشأ اختلاف ما بين المنطقتين في الضغوط الجوية بقى فيه عندي منطقة زاتة ضغط جوي مرتفع ومنطقة زاتة ضغط جوي منخفض وبالتالي بيبدأ يتحرك الهواء من مناطق الضغط الجوي المرتفع يعني الهوى اللي كسافته تقيلة اللي وزنه تقيل بيبدأ يتحرك اتجاه الهوى المنخفض الكسافة يعني اللي هو المنخفض ايه الضغط الجو ده تعريف الرياح يبقى الرياح عبارة ايه لو جانسه قل في الامتحان وقال لي عرف الرياح اقول له الرياح عبارة عن هواء متحرك من مناطق الضغط الجو المرتفع لمناطق الضغط الجو المنخفض طيب الرياح دي بنعرفها ازاي او نقدر نحدد تجاهها ازاي هناك بعض الأجهزة والأدوات اللي ممكن نحدد بيها اتجاه الرياح نجل مع بعض كنا نستعد نشوف إزاي نقدر إن احنا نحدد اتجاه الرياح طبعا قبل ما ننتقل لجزئية السؤال ده أو الجزئية دي أنا بقول إن الرياح دي بحدد اتجاهها من الجهة اللي هي بتهب منه وفي عندي جهاز أهوت اسمه دوارة الرياح هذا الجهاز بيحدد لي الاتجاه اللي بيجي منه الرياح وده جهاز بسيط جدا لو بصينا على الصورة مع بعض هلاقي الجهاز بيتكون من قعدة هذه القعدة السابتة عليها عمود أو محور مركب عليه اتجاهات أو محورين يحملوا اتجاهات بتاعتنا الأسية احنا عارفين عندنا اربع اتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب هنا عندي الان ده بيدل على اتجاه الشمال والإست اللي هي الساوز على اتجاه الجنوب والإست اللي هي اتجاه الشرق والويست اللي هي اتجاه الغرب دولة انا ما باجي اعرف اتجاه الرياح ازاي بأنصب عندي الجهاز ده وأوجهه مع اتجاه الشمال والجنوب بحيث ان حرف الان بيطل على جهة الشمال وحرف الاس بيطل على جهة الجنوب وبالتالي طبيعي ان جهة الشرق اللي هي ال اي والجهة الغرب هتكون موجودة معي اللي هي ايه اللي هي ال دابلو او الويست وفي عندي متحمل على المحور ده عبارة عن ساهم الساهم ده بيقول لي ايه نبص كده مع بعضا على الصورة هلاقي عندي هنا الساهم ده في زعنفة خلفية هزي الزعنفة الخلفية ده ايه الهواء لما يتحرك او الرياح تتحرك بتخبط الزعنفة ديت وتحركها في اتجاه هذا الاتجاه يقوم يلف معها مين الحركة دي تلف معها اه رأس الساهم وبتشير الى اتجاه الرياح يبقى عندي دورة الرياح دي هو جهاز بقدر منه اعرف اتجاه الرياح جاي من انهي جهة عشان اقدر ان انا اقوم الرياح ديت او ان كنت ازرع مصدود الرياح فيما بعد هنتكلم عنها ان شاء الله نوع اخر من دورة الرياح اهوة معانا ده تقريبا ده اللي يعتبر حديث موجود معانا وموجود في معظم المدارس عندنا وكلنا شفناه او حنشوفه ان شاء الله في الدروس العملية بتاعتنا عبارة عن قاعدة اللي هي اللونها الازرق ديت عبارة عن قاعدة ودي المحور اهوة المعاية العمود القائم ده اللي مسبت عليه الاربع اتجاهات اللي هم النورس والساوز واليست والويست او اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب وهنا فوق قمة العمود ده مسبت هنا عندي حلقة هيت او جلبة يعني او حاجة بتدور بحرية الحركة يعني وهنا ده رأس السهم وده الزعنفة ده هيت هي اللي يعتبر اللي يصد فيها الهوى او الرياح وبتحركها لي اه وبالتالي يتحرك معاها رأس السهم ويشير الى الجهة اللي بتهب من الرياح ده بالنسبة لتحديد اتجاه الرياح طيب نستعرض مع بعض كده برضو ايه المحاور الرئيسية عشان نقدم نسمي الرياح ونقول هي رياح شمالية ولا رياح شرقية ولا غربية ولا ايه احنا زي ما اتفقنا ان فيه عندي اربع محاور رئيسية لمين لاتجاهات عندنا عندي اتجاه الشمال وفيه عندي اهوة اللي هو باللون الموف ده والبنفسجي وعندي اتجاه الجنوب اللي هو بالاخضر ده وعندي الشرق وعندي اتجاه الغرب دول اربع اتجاهات عندي رئيسياتين رئيسيين يعني ولكن عندي منها اربع جهات اخرى فرعية اللي هي بقى ايه بقول عندي شمال شرق وشمال غرب جنوب شرق وجنوب غرب لو بصينا اهنا لكل سهم من دولك عشان اسمي الرياح باسمه هلاقي السهم ده مكتوب علي ايه رياح شمالية شرقية يبقى اخد محور الشمال ده وبتكلم علي بقول رياح شمالية شرقية يعني تهب من جهة ايه من جهة الشمالية الشرقية يعني هي محصورة ما بين اتجاه الشرق واتجاه الشمال عشان كنت بقول عليها رياح شمالية شرقية الجهة الاخرى المقابلة لها عندي رياح شمالية غربية يبقى انا كلمت عن مين كلمت عن الرياح بقول ان اللي بحددها من ايه من خلال انها بقول شمالية شرقية او هقول عليها شمالية غربية والسهم هنا بيشرلي على الجهة اللي جاي منها الرياح برضو عندي هنا لو تجاهنا لجهة الشرق الجنوبي هلاقي عندي برضو رياح جنوبية شرقية او رياح جنوبية غربية دول الاربع محاور الرئيسيين واللي منهم اربع محاور فرعية عشان انا احدد عندي اتجاه الرياح الصح من خلال دورة الرياح اللي شفنا منها النموذجين بتوعنا اللي هما النموذج اللي هو ده والنموذج السابق التاني وده تقريباً اللي موجود عندنا في أغلب المدارس بتاعتنا طيب ننتقل لحاجة أخرى وهي إيه؟ سرعة الرياح بالنسبة لسرعة الرياح عشان أنا بقول السرعة كمفهوم عام هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن فعشان كده مجد أتكلم عن الرياح بقول برضو هي المسافة اللي بتقطعها الرياح في وحدة الزمن إحنا عارفين إن وحدة الزمن عندنا هي الثانية أو مضاعفتها وما جاءوه يشوف المسافة هي السنتيمتر أو مضاعفات طبعاً مضاعفات الثانية هي الدقيقة والساعة واليوم وهكذا لكن في الغالب السرعة عندنا بنقسة إيه؟ بالكيلومتر أو بتقاس هنا الرياح عندنا بتقاس بالعقد يبقى سرعة الرياح هي المسافة اللي بتقطعها الرياح في وحدة الزمن يبقى لو جاني سؤال في الامتحان وقال لي ما هي سرعة الرياح أو عرف سرعة الرياح من خلال التعريف اللي أنا عارفه قبل كده ودرسته إيه هي السرعة عبارة عن مسافة مقطوعة في وحدة الزمن لكن هنا بقول صورة الرياح يبقى أنسبها المين للرياح أقول المسافة التي تقطعها الرياح في وحدة الزمن ده بالنسبة لسرعة الرياح وطبعا بأخذ أنا متوسط السرعة اللي عندي فيه خلال عشر دقائق ليه؟ لأن مثلا ممكن تخب علي رياح قوية شوية صوراتها جديدة شوية مثلا تكون عشر كيلو متر مثلا في الساعة وبعد شوية تنخفض هذه السرعة وبعد شوية تزيد لكن أنا عشان أخذ السرعة الحقيقية للرياح بأخذ متوسط السرعة اللي عندي خلال عشر دقائق ولو أنا مثلا سجلت عندي السرعة في أول دقيقة مثلا لقيت حوالي عشرين كيلو متر بعد شوية ممكن لقيها ١٨ بعد شوية لقيها ٢٢ وهكذا في خلال عشر دقائق أنا بقدر أخذ متوسطات هذه السرعات وبقول عليها هي سرعة الرياح طيب بعد كده بتقل صورة الرياح ديت ليه قال لي الرياح ديت وهي مشية وهي تسير وهي تهب مثلا من مكان أخر وهي مشية بتتحرك معايا بتصطدم ببعض الأجسام وتحتك ببعض الأجسام نتيجة احتكاك هده بتقل عند السرعة ليه لإن في عندي مقاومة وفي احتكاك يقلل من سرعة مين من سرعة هذه الرياح يبقى عندي الرياح وهي تسير على سطح الأرض او هي مشى في الجو عندي بتصطدم ببعض الاجسام اللي تؤدي الى اعاقة ومانع للرياح وبالتالي تنخفض معايا سورة الرياح نتيجة الاحتكاك اللي بيتم بينها وبين هذه الاجسام السابتة اللي موجودة على الارض ده بالنسبة لي سورة الرياح وازاي انا اعرف اقصها وقدرها ازاي عندي بعض الاجهزة اللي هي بتقيس لايه بتقيس سورة الرياح عندي الاجهزة منها ايه اللي عندي منها الانيمو متر هذا الجهاز بيستخدم في قياس سورة الرياح وتركيبه ببساطة عبارة عن مروحة او يعني اربع محاورة او اربع ازرع يعني مركب على كل واحد فيهم طبق او زعنفة عشان تحس بالرياح وقال لتأثير الرياح يوم ايه يحركها وتلف هذه الاربع اقداح ده متصلة بمحور هذا المحور متصل بمجموعة من التروس وبعداد سورة عشان يقدر ايه يحولي الحركة الدورانية بتاعة العمود ده ايه اللي نتجه من حركة الاقداح الى ايه الى سرعات واقدر ان انا اقراها ده النوع العادي في عندي نوع الديجيتال اللي هو على الشمال ده اللي انت شايفينه ده اللي هو اه احد اشخاص ماسكو بييده ده ده عبارة عن ايه عبارة عن انيمو متر بس ديجيتال يعني بيقس لي الرياح عندي ويسجلها لي كارقام مباشرة من خلال ايه القراءة المباشرة على الشاشة في انواع متعددة من الانيمو متر اللي بيقيس عندي سرعة الرياح لما نستعرض مع بعض الاجهزة ديه ادي عندي نوع اخر هوت من الانيمو متر او شكل اخر من الانيمو متر يبقى الجهاز الانيمو متر ده يستخدم في قياس ايه في قياس الرياح طبعا انا لو عندي في المدارسة بتاعتي جهاز زي ده او جهاز زي ده مفيش مشكلة المهم في الاخر ان الجهاز ده بيقيس عندي ايه سرعة الرياح يبقى الجهاز الانيمو متر يستخدم في قياس سرعة الرياح الشكل التاني اللي موجود عندنا برضو لي قياس سرعة الرياح هذا الشكل ايضا هو من اشكال الانيمو متر اللي موجود تاريان برضو في السوق حاليا ولو انت تصفحت مثلا صفحات المواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت هتقل تخش وتشوف اشكال متعددة للانيمومتر اللي بيستخدم في قياس سرعة الرياح وتقريبا الاجازة ان شاء الله موجودة عندنا في معامل الفيزياء الموجودة في المدارس عندنا يبقى لو جه قال لي سؤال في امتحان يستخدم نقط في قياس سرعة الرياح اقول له ايه اقول له يستخدم الانيمومتر في قياس سرعة الرياح يبقى لازم اخد في بالي وركز شوية عشان خاطر ممكن اسئلة الانتحان متعددة شوية ممكن مختلفة عندي اخدنا الدرس اللي فات خدنا البارومتر المعدني خدنا الباروجراف خدنا البارومتر الزقبقي دي كلها اجهزة بتقيس ايه بتقيس الضغط الجو لكن النهاردة انا باخد الانيمومتر ده جهاز يستخدم في قياس سرعة الرياح اخدنا النهاردة دوارة الرياح تستخدم في تحديد اتجاه الرياح يبقى الرياح عندي عشان انا قائسة لازم استخدم جهاز ايه الانيمومتر طيب لو انا هستخدم دوارة الرياح يبقى استخدمها ليه للاستدلال على اتجاه هبوب الرياح دي كانت الاشكال اللي احنا عندنا اللي عرضناها لحضراتكم عشان خاطر ايه نقدم تعرف عليها فيه جهاز اخر بقى وهو جهاز ايه الانيمو جراف زي ما قلنا في الدرس اللي فات وقلنا عندي جهاز البارو جراف عشان ده بيئيس وبيسجل هنا برضو جهاز الانيمو جراف ده بقياس وتسجيل سرعة الرياح هذا الجهاز نفس الفكرة بتاعت الانيمومتر بالزبط ولكن مزود عندي بجزء عليه ورقة رسم بياني عشان يقدر يرسم لي خط يعبر لي عن صورة الرياح خلال فترة زمنية محددة وهي قد تكون ايه اسبوع زي ما شفنا في البارو جراف الجهاز ده عليه استوانة عليها ورقة رسم بياني هذه الورقة مقسمة الى درجات هنا برضو هذا الجهاز فيه ورقة رسم بياني وبيحدد لي صورة الرياح خلال الايام بتاعت الاسبوع لو جهاز قال لي يستخدم الانيمو جراف في قياس سرعة الرياح صح والغلط؟ اه هو صح ولكن معها ايه؟ معها وتسجيل سرعة الرياح لكن لو انا قلت لك العكس يستخدم الانيمومتر في قياس وتسجيل سرعة الرياح طبعا ما بيسجلش الانيمومتر بياخد القراءة لحظية في الوقت اللي انت فيه موجود فيه بيقرار لك الايه؟ صورة الرياح عشان كده لما قلنا عايز احسب صورة الرياح او اقدر صورة الرياح بقسها ايه؟ بقسها في خلال عشر دقايق عشان التغير اللي بيحدث فيه صورة الرياح نتيجة الايه؟ للرياح اللي بتهبن عندي وقوتها وجايد طبعا ده بالنسبة للانيمومتر والانيموغراف يبقى ازاي يفرق بين الاثنين؟ يبقى الانيمومتر يستخدم فيه قياس سرعة الرياح فقط اسطب على كده اما الانيموغراف قياس وتسجيل سرعة الرياح يبقى لما جه هو جاب لي سؤال صح والغلط ما يخبطنيش لازم نركز مع بعض احنا مع بعض هوت اي قياس اي جهاز فيه تسجيل لازم يكون مزود بجزء يسجل ايه؟ يسجل القراءة خلال فترة زمنية زي ايه؟ زي الباروغراف اللي هو بيئيس ويسجل الضغط الجوي النهاردة بقول الانيموغراف يبقى يئيس ويسجل سرعة الرياح ده بالنسبة لسرعة الرياح بعد كده حننتقل على ضغط الرياح بالنسبة لضغط الرياح احنا قلنا الضغط الجوي هو وزن عمود الهوى اللي مساحت مقطعه سنتيمتر مربع وارتفاعه ارتفاع ايه؟ الغلاف الجوي او نهاية الغلاف الجوي هنا برضو ضغط هنا ضغط يعني ايه؟ يعني قوة قوة تؤثر يعني ايه؟ يعني في عندي جسم عندي جسيمات عندي حاجة بتتحرك ودم في عندي كتل وفي حركة يبقى في عندي ايه؟ في عندي هنا قوة موجودة يبقى الرياح هنا ايه؟ لها قوة ازاي قال لي هي قوة اللي بتأثر على وحدة المساحات من الاكسام اللي بتصدم بيها ايه؟ الرياح يبقى لو حضرتك واقف في الشارع وهبى عليك اه رياح هتلاحظ ان الرياح دي بتحول تحركك في الاتجاه الايه؟ اه اللي مع اتجاه الرياح يعني لو انت مثلا هتسير في الشارع مثلا في اتجاه وقبلك الرياح في الامام هتحول رياح ترجعك لايه؟ للخلف بقوتها لانها بصطدمت بجسمك ده يبقى قوة الرياح المساحات من الاكسام اللي بتصطدم بيها الرياح تعالوا نبص كده للشكل ده اللي هو ايه؟ صورة بتوضح لي ان فيه رياح هبت رياح شديد شوية حركت لي الاشجار وخدت كل قمم النخل اللي عندي في الصورة ده وخلته في اتجاه واحد اما انا ابص للصورة دي هقول ان الرياح جاي من اين؟ جاي من هذا اتجاه يبقى خدت قمم النخيل في اتجاه واحد وحركتها في الاتجاه التاني ده ده بالنسبة ايه؟ لقوة الرياح يبقى قوة الرياح ده هي هي قوة بتأثر على واحدة المساحات من الاكسام اللي تصطدم بيها وبالتالي بتحركها واتأثر عليها وتنقلها من المكان الاخ عشان كده تم استغلال هذه القوة في استغلال اقتصادي طبعا عشان ايه الليها تستخدم في توليد الطاقة الكهربية من خلال دورات الرياح او مراوح الرياح اللي هي بتتنصب في اماكن اللي بتهب فيها الرياح باستمرار عندنا زي بعض المناطق في مصر فيها رياح اه مستمرة او شبه مستمرة بها درجة كبيرة وبالتالي هذه الاماكن تم زرع فيها مزارع اللي هي دورات الرياح او مراوح الهواء اللي بتستغل هذه الطاقة وهذه القوة الطبيعية اللي من غير اي تكلفة وتحولها لي الى طاقة كهربية ده بالنسبة لايه؟ لقوة الرياح بعد كده في عندي بقى قاعدة مهمة احنا لازم ناخد بالنميلها هذه القاعدة اسمها قاعدة بايز بلوت قاعدة بايز بلوت دي دي بتقول لي ايه؟ قال لي لو فيه شخص واقف عندي فيه نص الكرة الشمالي هذا الشخص واقف وفيه ادى ظهره للرياح يعني ادى ظهره للرياح اللي جاية من وار ظهره بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان على يمينه بيبقى منطقة الضغط الجوي المرتفع وفي اتجاه ايه؟ الخلف وعلى شماله اليامة التانية منطقة الضغط الجوي المنخفض وفي الامام او اتجاه الامام الكلام ده هو واقف في نحية واقف في نصف الكرة الشمالي طب لو هو واقف في نصف الكرة الجنوبي هيبقى العكس انا قلت في نصف الكرة الشمالي ان مواطق الضغط المرتفع جهة اليمين والى الخلف ومواطق الضغط الجوي المنخفض جهة اليسار والى الامام لما قف انا في نصف الكرة العكسي بتاعي بقى اللي هو الجنوبي هيبقى عندي مناطق الضغط الجو المرتفع الى الامام نيجي هنا نشوف صورة توضحية مع بعضها هوت هذه الصورة بتحدد لي اللي انا كنت بوصف في دلوقتي ادي شخصة هوت واقف وادي الرياح جاية من خلفه السهم ده بيحدد اتجاه الرياح اللي عندي وقادي زراعه اليمين وقادي زراعه اليسار المنطقة دي بسميها منطقة الضغط المرتفع الـ H دي يعني هاي يعني ضغط ايه جوي مرتفع المنطقة على الشماء دي منطقة لا ومنطقة ضغط جوي ايه منخفض لاحظ هنا قال لي لو طبقت قاعدة بايز بلوت هلاقي ايه هلاقي ان منطقة الضغط الجوي المرتفع على مين على يمينه والتجاه ايه اتجاه للخلفة هو السامة هو بالتجاه ايه للخلف منطقة الضغط الجوي المنخفض على يساري وبتتجهل إيه إلى الأمام ده بالنسبة للشخص هو وقف في نصف الكرة الشمالي ولو حصل عندي الشخص ذهو وقف في نصف الكرة الجنوبي هيحصل بقى إيه أن منطقة الضغط الجوي المنخفض ده هي المرتفع ده هي هتكون فين؟ هتكون على شماله ولا على شماله تبقى إيه؟ على يمينه ده بالنسبة لقاعدة بايز بلد طيب أنا ما جي أستعرض مع بعض قاعدة بايز بلد بقول لي إذا وقف شخص وظهره للرياح يكون الضغط الجوي المرتفع يمينه وإلى الخلف والضغط الجوي المخفض فيكون يساره وإلى الأمام فيه نصف الكرة الشمالي طيب ولو كان فيه نصف الكرة الجنوب يبقى إيه؟ والعكس فيه نصف الكرة الجنوبية ده بالنسبة لقاعدة بايوز بلد بننتقل بعد كده على أنواع الرياح الرياح دي بنقسمها إلى مجموعة من الأنواع قال لي أول حاجة بالنسبة لحركات الرياح عشان بتتحرك في لها حركات متعددة قال لي مثلا رياح رأسية أو رياح أفقية فأول نوع عندي هو الرياح الرأسية بتتحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل طيب يعني ممكن ألاقي عندي الهواء اللي موجود ملامس لسطح الأرض هلاقي هوى دافي أو هوى سخن ممكن يرتفع إلى أعلى ودي بسميها حركة رأسية للهواء ودي بسميها رياحة رأسية إلى أعلى وممكن هوى درجة حرقته منخفضة بالتالي ينزل أو إلى أسفل أو يتجه إلى أسفل وده بسميه حركة رأسية إلى أسفل ده بالنسبة لحركة الرياح وأنا بص معي الشكل هوت يبقى عندي الرياح قد تكون على شكل طيار هوائي صاعد ساخن أو طيار هوائي نازل ده بيكون بارد يبقى بالنسبة لحركة الرياح عندي حركة رأسية يبقى سواء كانت طيارات هواء صاعدة أو طيارات هواء نبتجها إلى أسفل ده بالنسبة للحركة رأسية عندي حركة أخرى وهي الحركة الأفقية بص لشكل الكلام أنا عايز أوضح لك في الشكل ده إن فعلا الهواء بيتحرك زي ما السطر بتاعي بيكتب كده بنفس الشكل وده بقول بتتحرك في الاتجاه الأفقي من مكان لمكان آخر وده يات الرياح اللي احنا اعتبر كلنا عارفينها وشوفناها يبقى أنا عندي لما أجي أو أشوف حركة الرياح بالنسبة لحركتها عندي نوعين من الرياح حركة رأسية وده قد تكون الرياح من أعلى إلى أسفل وده بيكون من المناطق الهواء البارد يعني وبالتالي بيتسقط إلى أسفل أو حركة من أسفل إلى أعلى وده في الغالب يكون هوا دافي أو هوا زي حرارة مرتفعة بيتجه إلى أعلى يبقى حركة رأسية وفي عندي حركة أخرى وهي الحركة الأفقية اللي احنا كلنا بنشوف الرياح واللاحظها من خلال حركة الهواء وتحديكه للأجسام في المستوى الأفقي اللي احنا بنشاهد ده بالنسبة لنوعين للحركة الرياح في عندي نوع آخر من الرياح وهي وإيه اللي بالنسبة لنظام ووقت هبوبها عندي أنواع متعددة اللي أول حاجة الرياح الدائمة الرياح يعني مستمرة موجودة معايا طول السنة هذه الرياح الدائمة يعني لو أنا جيت في أماكن في بعض الأماكن في الكرة الأرضية حلاقي باستمرار الهواء ده موجود مستمر طوال السنة أو طوال العام ما بينقطعش وبيبضل الهواء ده إيه مستمر دي بسميها الرياح الرياح الدائمة يبقى هي إيه؟ هي رياح تهب بنظام سابت طول السنة تقريبا وفي مناطق معينة يعني مثلا ما جيش تقولي النهاردة أنا مثلا في جمهورة المصر عربية فيها هوا مؤداء ومستمر لا هي بعض الأماكن في كرة أرضية في أماكن أخرى يعني موجودة في على سطة كرة أرضية موجود فيها هذه هذه الرياح الدائمة وعشان كده بعض الناس التجار كانوا بيستخدموا هذه الرياح في حركة المراكب وسفن قديما قبل ظهور اللي هي المحركات أو القوى اللي بتحرك السفن والمراكب ده بالنسبة لحركة الرياح اللي هي إيه؟ اللي هي الوقت أو نظام ووقت إيه؟ هبوبه عندي منها نوعين قال لي الرياح التجارية اللي هي زي ما قلت لك أنا بيستخدمها التجار اللي عندنا بيستخدموها عشان خاطر يحركوا بقى المراكب قال لي دي بتبقى سرعاتها إيه؟ معتدلة وبتنتقل من جهات أقل حرارة إلى جهات ايه؟ أعلى في درجة الحرارة يبقى أنا لو بصيت لرياح ديه وقلت لك فرق ما بينه وبينه رياح أخرى طبعا لازلتكم عارف ايه؟ إنها رياح بتنتقل من جهات أقل حرارة إلى جهات أعلى في الحرارة وبالتالي يحصل ايه؟ إنها هتلطف درجة حرارة الجو في الأقديم اللي هي هتهب عليها هذه الرياح يبقى ديه أول نوع من أنواع الرياح اللي هي حسب ايه؟ حسب هبوبها قال لي ايه؟ قال لي الرياح الايه؟ الرياح التجارية النوع الآخر وهو الرياح العكسية الغربية طبعا الرياح التجارية قلنا كان لها استغلال لحركة السفن والمراكب هنا برضو رياح العكسية قال لي تهب علي جهات أبرد يعني هي كانت ايه؟ هي جاية من أماكن ذات هواء ساخن أو هواء دافي بتهب على ايه؟ على أماكن بتكون أبرد شوية هذه الرياح بتكون محملة ببخار المية وبالتالي لما تنتقل هي من أماكن ذات حرارة عالية إلى أماكن ذات حرارة منخفضة هيحصل ايه؟ هي نفتكر الدرس اللي فات ايه اللي حصل؟ نتيجة تتغير في درجة حرارة قال لي حصعمية تكسيف لبخار المية وبالتالي تسقط الأمطار على هذه الأماكن اللي تهب عليها الرياح يبقى الرياح ده هي تهب على جهات أبرد من الجهات التي تأتي منها وتكون مشبعة ببخار المية لذلك فهي تجلب الدفء والأمطار للجهات التي تهب عليها ده النوع التاني من الرياح اللي عندنا بتهب عندي الرياح الموسمية الرياح الموسمية يعني ايه؟ قال لي يعني رياح تهب في مواسم محددة مواسم محددة من السنة يعني موجودة مثلا في فصول السنة أو في بعض المواسم زي مثلا ايه؟ رياح شتوية رياح صيفية دي كلها كلها موجودة ايه؟ بسميها رياح؟ رياح موسمية يبقى رياح تهب في مواسم معينة يعني موسمية سنوية يعني في مثلا ايه؟ اقول فصل الشتة فصل الصيف مثلا ده موسم نهب ايه؟ الرياح الموسمية تظهر غالبا فيما بين المدارين اللي هو مدار السرطان ومدار الجدي دي في المنطقة ديت يعني هي الرياح دي بتقوم متواجدة في المكان ده عشان كده بقول الهند بتقع في هذه المنطقة عشان كده سمناها ايه؟ سمناها الرياح الهند الموسمية النوع التالت وهو الرياح المحلية طبعا بالنسبة للرياح المحلية دي بتنشأ نتيجة اختلاف في الضغط الجوي في اماكن صغيرة في مساحات صغيرة موجودة عندنا ودي زي ايه؟ زي مثلا عندنا في مصر كده لما قوم مثلا عندي نسيم البر نسيم البحر دي كلها نسيم الجبل نسيم الوادي دي كلها انواع من انواع ايه؟ من انواع الرياح المحلية اللي بتهب يبقى انا لو بصيت لاماكن المحددة نتيجة اختلاف في دراجات الحرارة في مساحة صغيرة من مكان ما هيحصل فيه اختلاف في الضغط الجوي وبالتالي يحصل حركة خفيفة للهواء ودي بسميها رياح محلية يعني مثلا زي هنا عندنا في مصر عندنا بعض الرياح اللي بتهب عندنا في مصر زي ايه؟ قال لي زي الرياح الخمسين ودي بتهب عندنا في شهر اربعة وشهر خمسة من فصل في نهاية فصل الشتاء ودي بتهب من الصحراء الغربية او الجنوية الغربية يعني من الصحراء ودي بتهب في شهر ابريل ومايو وبتكون رياح طبعا جافة عشان جاية من هنا حتة جاية من الصحراء وايضا محملة بالرمال والأتربة عشان كده بلاقي الرياح دي بسميها ايه؟ رياح الخمسين يعني في نهاية فصل الشتاء عندنا بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان فيه رياح بتهب بالغبار والطراب وتعمل اصارة للحبيبات الدقيقة اللي موجودة على صحر الأرض وبالتالي تؤثر لي على شكل الرؤية اللي احنا بنشاهدها وبالتالي بلاحظ ان فيه بعض الدقائق البسيطة زي حبيبات الرمل وحبيبات الغبار العالقة بهذه الرياح ودي بتهب علينا في شهر اربعة وشهر خمسة اللي هو شهر ابريل ومايو وزي ما قلت دي بتيجي من الان حتة بتيجي من الصحراء الغربية ودي بتأثر لي على مناطق الدلتا ومناطق ايه؟ ودي النيل وبالتالي بتأثر لي على النباتات بتاعتي وعلى الزراعات في هذا الوقت من العام ودي بسميها ايه؟ بسميها الرياح الخمسين يبقى الرياح الخمسين دي بتهب علي في هذا الوقت من العام وليه سمناها خمسين؟ قال لي انها ايه؟ بتهب في وقت حوالي خمسين يوم يعني بيبقى عندي خمسين يوم ممكن الرياح دي تهب علي فيها يبقى ماجي بقى اشوف الرياح الخمسين اقول هي رياح تهب من الجنوب عبر الصحراء الغربية خلال شهري ابريل ومايو وهي رياح جافة وحارة وقد تصل درجة حارتها لكان الى اربعين درجة مقوية وبتكون محملة بالاتربة والرمال وسمية الرياح الخمسين لان مدة هوفها كان خمسين يوم ده النوع الاولاني من الرياح المحلية اللي هي بتاعتنا احنا بتهب علينا في مصر النوع التاني من الرياح اللي بتهب علينا برضو وهو ايه؟ برد العجوزة برد العجوزة ده برضو نوع من امار الرياح ولكن هو جاي من اين بقى؟ من مناطق ذات حرارة اقل احنا قلنا الرياح الخمسين جاي من مناطق حرة ومناطق دافية ومناطق جافة شوية لكن برد العجوز جاي من مناطق ايه؟ مناطق ذات حرارة اقل ومتخفضة شوية وبالتالي هتجلب معها بعض الكتل الهوائية اللي هي بتكون بردة شوية وبالتالي تحدث لي تأثير وتغير في الطقس الموجود عندي اليوم ده هوت او الاسبوع ده هوت او الفترة الزمنية ده هيه اللي تهب عليها هذه الرياح وبالتالي احنا لازم نخطف بالنا انه ممكن يحصل ايه موجات من السقيع مع هذه ايه هذه الرياح يبقى برد العجوز دي قال لي هي عبارة عن رياح ما لها قال لي هي برياح بردة تهب في شهر ايه؟ شهر مارس يعني شهر ثلاثة يعني ايه قبل رياح الخمسين وتستمر حوالي ثمانية ايام يعني الرياح دي بتستمر كم؟ ثمانة ايام الرياح التالية كانت ممكن تجيني في اي وقت من حتة في خلال الخمسين يوم عشان كانت سمناها رياح الخمسين اما برد العجوز رياح باردة تهب في شهر مارس وتستمر حوالي ثمانية ايام طبعا هي ضرة بالنسبة للنباتات اللي هي بتتحملش البرد والسقيع وخاصة النباتة ايه الطماطم ليه؟ لانه النباتة الطماطم هي العروة في نفس الوقت ده بتكون مزروعة عشان نقدر ناخد منها محصول في بداية شهر يونيو او نهاية شهر مايو بنبدأ ناخد منها المحصول فالفترة دي اللي بتهب فيه هذي الرياح بيكون عندي لسه النبات صغير الحج ولسه انا يدوبك زرعه ماكملش شهرين في الارض وبالتالي هذه الرياح لما تيجي برد العجوزة بتأثرلي على هذه النباتات وبالتالي تؤدي الى انخفاض المحصول اللي هينتج من هذه النباتات ده بالنسبة لبرد العجوز ننتقل الى نوع اخر وهو الرياح اليومية يعني احنا شفنا انواع كثيرة من الرياح لكن عندي بقى كل يوم عندي فيه رياح رياح اللي هي بقى ايه زي ايه قال لي تحدث الرياح بانتظام كل يوم ومن امثلتها قال لي نسيم البحر قال لي ايه نسيم البحر هذا النسيم البحر ده لو انت ماشي على شط البحر بتلاقي الجو لطيف شوية وسائع شوية ليه لان فيه عندي الهواء اللي جاي من الاماكن المية اللي هي البردة شوية هب على البر اللي هو يعتبر فيه درجة حرارة مرتفعة نسبيا شوية وبالتالي يلطف الجو عشان يكونوا عندي ايه نسيم البحر وده طبعا بيعتبر الاماكن اللي هي الساحلية او الاماكن اللي فيها السواحل بعض الناس بتتنزى فيها او بتخرج بتروح في تقضي فيها وقت اجازتها عشان خطة تستمتع بيه نسيم البحر ده والهواء اللطيف اللي فيه يبقى ما جاي شوف ايه هو نسيم البحر اللي هو يحدث نهارا في التقس الهادي والسماء الصافية وعدم وجود رياح يعني بلاقي الجو لطيف صورة الرياح هنا بسيطة وضعيفة بتحسسني بانتعاش لان الهواء بيكون بارد شوية ويكون صرعتها مناسبة للتنزو او للحركة في هذه الاماكن يبقى الرياح اليومية منها ايه نسيم البحر ننتقل نوع اخر وهو قولنا ايه نسيم البر دبعا ده بيحدث ليلا في التقس الهادي والسماء الصافية وعدم وجود رياح انا بنحس ايه بنحس ان الجو عندنا بيبقى الجو ايه بيبقى الجو دافي نتيجة كان دفع يبقى في الجو الساعة يعني لما يكون ماشي جنب شط البحر او ماشي عالارض بحس ان بعض الموجات اللي هي ايه الدافئة نتيجة هبوب ايه بعض النسيم اللي هو بسميه نسيم البر اللي بيكون دافي لحد ما نسبيا يبقى عندي انواع اللي بتهب علي يوميا نسيم البحر ونسيم ايه البر عندي نوع اخر وهو نسيم الوادي طبعا الناس اللي هي بتبقى موجودة في المناطق الصحراوية احنا عرفين ان المناطق الصحراوية ديت فيها جبال وفيها اودية عفوا وفيها اودية فبيحدث نهارا حيث يسخن الهوى بتاع الوادي وبيسحف على منحضر الجبل صاعدا نحو قمة ايه الجبل وده بيلطف منحضر الجو بالارتفاع ده بالنسبة لنسيم الوادي يبقى بيحدث بالنهار حيث يسخن الهوى بتاع الوادي نتيجة ايه ملامسته اللي سطح الارض وبالتالي يتحرك الهوى ده ليه لانه انخفضت كسافته وبالتالي يتحرك الى اعلى وينزل هوى بارد بداله هذه الحركة تؤديلي الى ايه الى تلطيف حرارة الجو وكلما ارتفعت الى اعلى انا كده كده بتتخفض عندي درجة الحرارة ده بالنسبة لنسيم الوادي النوع اللي هو الاخر بقى وهو ايه عبارة عن نسيم الجبل وده بيحدث في الليل حيث يبرد هواء الجبل الجبل اللي هوى بتاعه بيزقى وبينكمش ومعنى ينكمش يعني ايه يعني كسافته هنا حتزيد عندي وبالتالي يحصل ايه يحصل هبوط بسبب ايه ان انكمش ده حصل كسافة زادت ووزن الوادي يتحرك ويسحف نحو الوادي فيسبب برودة للوادي وبالتالي احنا بنحس ايه بنحس ان هوا حصل فيه تغيير فيه درجة حرارة ده بالنسبة لنسيم الجبل بعد كده الرياح طبعا احنا اخدنا ايه هي الرياح انواع الرياح سرعة الرياح قوة الرياح بقسة ازاي هنا الرياح ديه لها اضرار انها عندي اضرار طبعا هي الاول لها فائدة لان الرياح ديه فاديتها انها بتاعمي عملية نقل حبوب اللقاح بين النباتات وبعضها البعض فانا مثلا عندي بعض النباتات زي اشجار النخيل اشجار النخيل ديه هناك اشجار مؤنسة واشقاء واشجار مذكرة وبالتالي عشان يحصل عملية تزاوج ما بين الاشجار ديه وانتاج السمار بتاعها اللي هو الطمر لازم يحدث انتقال حبوب اللقاح من الاشجار اللي هي المذكرة الى الاشجار المؤنسة واللي بيقوم بهذا الدور هو ايه هو الرياح يبقى الرياح ديه بتقوم بنقل حبوب اللقاح من الاشجار المذكرة المؤنسة وبالتالي تؤدي ديه الى حدوث الاخصاب طبعا دي فايدة الرياح وزي ما قلنا فايدة الرياح ان انا برضا استغل قوة هذه الرياح في تحريك دورات الرياح او طواحين الرياح اللي ممكن انا اخذ منها حركة ميكانيكية مباشرة بشغل عليها الطواحين بتاعتي عشان استغلها في طحن الحبوب والغلال او استغلها في ادارة بعض المحركات او بعض تربونات المية اللي بترفع لي المية من الابيار عشان استغلها في ري المحاصيل بتاعتي او باستغل لها في انتاج الطاقة الكهربية اللي انا بركب عليها مراوح تربونات هوائية ويكون فيها مولدات للقوى الكهربية اللي هي الدينمو يعني وفي بطاريات بتتم شحن هذه البطاريات وبنستغلها في وقت ما يكونش فيه الكهرباء او عند انقطاع الطير الكهربائي او لو اماكن ما فيش فيها مصادر الكهرباء المستمرة طبيعية ده بالنسبة ليه الرياح كفائدة للرياح لكن ما اجي اتكلم بقى عن طرار الرياح زي ما انا قلت الرياح دي بتتحرك سرعة فيه عند قوة بتقصر لي على الاكسام السابتة وبالتالي تحصل ايه اللي ممكن تقتلع النباتات ممكن تجري في الارض ممكن تعمل لي مشاكل كتير قوي عشان كده نتعرض مع بعض كده نشوف ايه هي اضرار الرياح عشان نرتبها مع بعض قال لي اول حاجة ازلت الطبقة السطحية الخصبة من سطح الارض يبقى لما انا عندي ارض موجودة بلاقي ان الرياح دي بتحرك بسرعة جامدة وتنقل لي الجزيئات او الدقائق البسيطة اللي على وش الارض ديات وممكن تجريف لي صنطي او اتنين صنطي من الطبقة السطحية اللي على وش الارض او وده يعتبر الطبقة الخصبة اللي انا يعتبر مسمدها وعمل لي عمليات خدمة كتير عبر الزراعات المختلفة من عدة سنوات بعملية التسميد وعملية العزيق وكل عملة الزراعات دي كلها احنا بنقوم بيها فدي بتؤدي الارتفاع خصوبة التربة اذا لما تيجي رياح وتزل الطبقة السطحية دي من الارض يبقى عملة ايه؟ عملة ازالة للطبقة الخصبة اللي انا هزرع فيها النباتات بتاعتي يبقى اول ضرر للرياح هي ازالة الطبقة السطحية الخصبة من سطح الارض او من الارض الزراعية الضرر التاني اللي زيادة تعرض النباتات للجفاف والعطش ليه؟ عشان زيادة البخر طبعا الهوى ده ما يكون متحرك بسرعة جامدة قوي فبيعمل لعملية انتزاع للمية او لبخار المية اللي على اوراق النباتات وبالتالي هيحدث عملية مشكلة او ضرب ما بين ما يمتصه النبات من ماء عبر جزوره من خلال المحلول الماء الى الطربة اللي موجود في الارض يعني النبات بيمتص المية من خلال جزوره بياخدها من هنا حتة من الطربة ويبدأ يوزع على جميع اجزاء النبات لكن في جزء من هذه الماء بيتبخر طبيعي عن طريق عملية النتح طب لما يبقى عندي هوا او رياح شديدة هذه الرياح تؤدي الى ايه؟ الى زيادة معدل البخر او معدل النتح من خلال الصقوب الموجودة عندي ايه؟ الصغور الموجودة عندي على الاوراق النباتات وبالتالي تؤدي الى اختلال الكمية ما يمتصه النبات من ماء من الطربة وكمية ما يفقده وبالتالي يحدث جفاف لاوراق النبات ودي بيبقى تأثيرها في شهر اربعة وشهر خمسة زي ما قلنا الناس اللي هي عندها مزارع وموجودة في مناطق مكشوفة زي مثلا مناطق صحراوية دي بيلاحظ الكلام ده وزات حواف الحقل عنده بتبقى فيها يعني تأثير واضح لارياح لان بيبقى فعلا اوراق النباتات وخاصة النباتات القمح في هذه الفترة من السنة بيلاحظ ان جفاف عندي الاوراق اللي هي بتاعت النباتات اللي هي على حواف الحقل او في الجهة اللي هي بتهب منها الرياح يبقى الرياح من اضرارها انها ايه تؤدي الى جفاف النباتات اللي عندي حاجة تالتة من ضمن اضرار الرياح برضو هي ايه هي انسداد الممرات المائية انا عندي قنوات الري والممرات المائية اللي تمشي فيها المية عشان خاطر انا اصطدمة فيها عمية ريال المحاصيل اللي عندي لما تهب عندي رياح ورياح شديدة ومحملة بكميات كبيرة من الرمال والأدريبة وحويبات الرمل إيه الله هيحصل؟ هيحصل أن تتراكم هذه الحويبات في المسائي اللي عندي وتؤثر لي على المسائي وبالتالي تسدها وتعمل لي مشكلة في قنوات الري ومحتاجة بعد كده عمالة عشان تطهر هذه القنوات المائية عشان يسري فيها الماء ويتوزع على أجزاء المزرعة اللي عندي ده بالنسبة لأضرار الرياح عندي ضرر آخر وهو إيه قال لي اقتلاع المحاصيل أو رقادها أو كسرها وبالتالي قلة إيه قلة المحاصيل أو قلة المحصول اللي عندي إيبه بالنسبة لإقتلاع المحاصيل يبقى لونا زرع محصول ومكلفه تكليف مثلا مالية ضخمة ممكن الرياح دي تتسبب في خسارة هذا المحصول واقتلاعه ومعنى اقتلاع المحصول قبل اتمام مرحلة لموه أو أخذ منه المحصول بتاعي اللي أنا زرعه أصلا من أجله هلاحظنا إيه هيحصل عمية عندي خسارة لاقتصادية للمنشأة أو لهذه المزرعة وبالتالي عندي هيحصل انخفاض في المحصول أو قلة المحصول أيضا عندي لو المحصول رأد عندي بعض المحصيل اللي ممكن مثلا في فترة معينة فترة الإظهار والتلقيح وتوكين الصمار لو حصل رؤاد لهذا المحصول هيحصل إيه هيبقى عندي الصمر اللي عندي أو الحبيبات اللي عندي هيبقى الصمار هنا فارغة مفيش فيها عندي حبيبات زي إيه زي محصول القمح لما يجي فعلا في شهر أربعة أو شهر ثلاثة ويجي عندي رياح هذه الرياح تؤدي إلى رقاد المحصول يعني النبات بيبقاش قائم ولكن إيه نبات بيفترش الأرض وبالتالي ما يحصلش عملية تلقيح جيد وإخصاب وبالتالي يقل عندي كمية محصول نتيجة نتيجة إيه نتيجة رقاد النباتات اللي عندي وبالتالي يأصلي على الاقتصاد بتاع المزرعة ده بالنسبة لإكتلاع المحاصيل طبعا أنا عشان خاطر أحمي نباتاتي بقى من هذه الرياح أعمل إيه قال لي هناك بعض الوسائل اللي أنا ممكن أحمي بيها النباتات بتاعتي عشان أحميها من خطر الرياح أو من شدة الرياح قال لي أن أنا ممكن عندي بعض الوسائل اللي أنا أحوط النبات بتاعي ببعض المسطحات أو بعض الأصوار اللي هي تحجز لي الهوى أو الرياح ده أو على الأقل تقلل من قوة الرياح اللي جاية دي عشان ما تقتلعش النبات أو عشان تكسره أو تقضي إلى خسارة هذا النبات يبقى أنا بزرع حاجة اسمها إيه مصدات الرياح ودي بعملها إيه مثلا من المباني أو بزرع أشجار ذات ارتفاع عالي وبالتالي تعمل زي صور حوالين المزرع بتاعتي وطبعا دي بيقولها معدلات ولها نسب محددة بحيث أن قمة الشجرة مثلا أنا عارف أن النبات ده هيوتول مثلا لحد أربعة متر أو خمسة متر أو عشر أو عشرين متر وبالتالي بعد مثلا مسافة مثلا خمسين متر هبدأ أزرع مصد آخر وهكذا دي حسب طول النبات يبقى أنا أزرع عندي أو ممكن أنا أزرع أشجار عشان تحميلي إيه النباتات دي ودي بيبتبقى أسياجة وممكن أنا بين جزء الأشجار بزرع نباتات عشبية صغيرة عشان أسد الفتحات اللي ما بين الشجر وبعده وبالتالي أنا عملت كده مصد للرياح عشان يستخدم في تقليل سرعة الرياح وتقليل ضرر الرياح على المحاصيل اللي عندي وخاصة في المناطق الصحراوية احنا بنزرع عن نباتات يعتبر كلها نباتات صغيرة أو نباتات الخضر بيكون نباتات صغيرة يعني ارتفاعها عن الأرض ارتفاع بسيط لا يتجاهد مثلا أقصى من متر تقريبا وهي نباتات الخضر يعني وبالتالي أنا لو حصل فيه رياح جات عندي هتقتلع هذا النبات وبالتالي هتخصرني أنا كمزارع أو صاحب مشروع مال ده بالنسبة لي زراعة مصادات الرياح أو عمل مصادات الرياح من الأشجار أو من المبين ممكن حاجة تانية أنا أتغلب على الرياح دي أنا أعمل إيه إن ممكن أنا أزرع عندي النباتات الصغيرة في حماية النباتات الكبيرة يعني أنا أعمل التحميل للمحاصيل اللي عندي أنا مثلا عندي نبات قوي وارتفاع ومسلا مناسب هيقدر يصد عندي الرياح أو يقل الرياح ممكن أزرع عنه النباتات الأصلي بتاعي بقى اللي هو عايز أحصل منه على محصول اقتصادي بزرعه بجنب هذا النباتات الكبيرة الحجم عشان أحميه ويدره فيه يبقى عندي الحاجة التانية هي تزبيت سطح زراعة نباتات الضعيفة في حماية النباتات الكبيرة عشان أحمي طربة بتاعتي إنها ما تتجرفش بالرياح أو يحصل عملية نقل الطبقة السطحية الخصبة من الأرض اللي عندي إن أنا بعمل إيه بضيف بعض المواد اللي بتثبت لإيه تثبت الطربة هذه المواد قد تكون مواد كميائية أو قد تكون مواد إيه طبيعية زي مثلا أضافة المادة العضوية أضافة الأسمدة الكميائية المواد الرابطة لحبيبات الطربة المكونة لحبيبات الكبيرة عشان الرياح ما تقدرش إيه تحملها وتأخذها كل ما كانت عندي حبيبات دقيقة كل ما بقى سهل على الرياح إنها تجرفها وتنقلها من المكان وبالتالي تؤدي لإيه إلى فقد الطبقة السطحية من الأرض اللي هي الخصبة اللي أنا بستغلها في إزراح محاصيل يبقى عشان كده أنا بضيف بعض المواد اللي تؤدي لي إلى تثبيت هذه الطربة أو على الأقل تجميع حبيباتها بشكل تكون حبيبات كبيرة يصعب على الرياح إنها تنقلها وتجرفها يبقى الحاجة الثالثة وهي تثبيت سطح الطربة بمواد التثبيت الطبيعية أو الكيميائية مع زيادة المادة العضوية اللي هي قلنا عليها السماد العضوي والمواد الرابطة اللي هي تقدر إنها تلحم لي حبيبات الطربة مع بعضها عشان ما تنجرفش مع الرياح قال لي حاجة تانية أنا بنتعرض عليها طبعا يعني دي كلها عن الرياح طبعا هنتقل لموضوع مهم قوي إحنا من خلال دراستنا وعرفنا إن فيه عندي ضغط جوي عندي أمطار عندي تكسف وهو طول عندي رياح هنا بنتقل لموضوع مهم وهو الأرصاد الفينولوجية من خلال دراستي لهذه العناصر الجوية وتأثيرها على النبات التأثير الإيجابي أو التأثير السلبي أنا بقى بقدر أكون فكرة عن الظواهر الجوية اللي في الأماء اللي في المكان اللي أنا موجود فيه ده عشان خاطر أقدر أستغلها أو أقدر أتلافى المشاكل اللي بتسببها هذه الظواهر الجوية فعشان كده فيه ظهر حاجة أو ظهر موضوع مهم قوي أو تم استنباط حاجة اسمها إيه؟ اسمها الأرصاد الفينولوجية لما جي أشوفها بقى يعني هي بتتكلم عن إيه؟ أو بتتناقش إيه؟ أو بتكلم موضوعات إيه؟ قال لي هي بتتكلم على العناصر المناخية اللي بتأثير لي على إيه؟ على النبات اللي عندي وبالتالي أنا بحددها من خلال إيه؟ أو ده الحرارة في المكان ده مثلا بتبقى في فصل الشتاء تنخفض إلى 16 درجة مقوية فصل الصيف تصل إلى 7 درجة مقوية في فصل الخريف مثلا قال تكون 22 فصل الربيع 25 أنا من خلال أنا عرفت الدرجات ده هي بتاع الحرارة كعنصر جوي مهم بأسرع على النباتات اللي عندي هقدر أن أنا بعد كده أحدد بقى معايدة الزراعة وأنسى الطرق لإيه؟ لقطفة الأسملة وكلام ده كله يبقى يقصد بها تحديد العناصر الجوية المؤثرة تأثيرا مباشرا على نمو النباتات بدءا من مرحلة وضع البزور ونمو البادرات حتى مرحلة حصاد المحصول يبقى أنا المقصود بالأرصاد الفينولوجية دي إن أنا هي تحديد العناصر الجوية المهمة الضرورية اللي عندي اللي بتحيد بالنبات بتاعي واللي أنا بقدر أستغلها أو أقدر أن أنا أتلافى مشاكلها أو عيوبها وأقدر أن أنا إيه؟ أعمل مثلا من صدات رياح أحيط نباتاتي مثلا بالتزليلات عشان خطر أحميها من أشعة الشمس أو من الحرارة الزيادة أنا كده بقدر أحدد العناصر الجوية المهمة اللي لها تأثير مباشر على النباتات بتاعتي وبالتالي أقدر أصل بالنبات بتاعي إلى مرحلة دمو ممتازة وبالتالي أحصل منه على أعلى محصول وأعلى كفاءة من الإنتاج يبقى الأقصاد الفيلولوجية ديت بتهمني في بعض الأشياء اللي هي بقى إيه؟ هنبصنا على بعض كده اللي أول حاجة إنها بحدد عندي أنسب المحاصيل لكل إيه؟ لكل منطقة أنا لو أنسا قلت عندي المحاصيل الشتوية يبقى ما جي أزرعها عندي هل أزرعها في منطقة مثلا في الصعيد اللي أنا أعتبر جوها دافي شوية أو حرارة مرتفعة قال لي لا ذلا ما أزرعها في مثلا أماكن الوجه البحري اللي هي محتاجة إيه؟ محتاجة دولة حرارة الخافضة طيب المحصيل الصيفية يتحتاج دولة حرارة معرفعة مثلا زي مثلا قصب السكر هذا المحصول يحتاج دولة حرارة مرتفعة جدا ما ينفعش أزرعها في الوجه البحري وبالتالي انا محتاج ايه محتاج عدد ساعات حرارية اكتر في اليوم الواحد عشان يكون عندي محصول سكر او كربوهدرات بكمية كبيرة عشان كده بحدد المكان اللي هزل فيه قصب السكر اقول ايه بقول الوجه القبلي او فيه الصعيد لكن بعض النباتات الاخرى اللي انا بحتاج لهوى او لجو يعني منخفض في الحرارة بتاعها بقول فين حتة في شمال الدلتا ده بالنسبة لتحديد انسب محصول لكل منطقة ايضا انا بقدر اعرف كمية المحصول النتيجة من خلال ايه دراسة عناصر ايه المناخ اللي عندي بحرارة قلت اصل الجو النهار ده كان ساعة شوية بالنهار او كان حر بالنهار وبالليل ساعة قوي اختلاف دراجات الحرارة بتاعة الليل والنهار دي بتأصلي على محصول قمح وبالتالي بتزود الانتاجية يبقى ان من خلال دراستي دي العناصر الجوية دي اتحاول ايه اقدر اعرف عندي كمية محصول ناتج ايضا طرق تصميم خازن المحاصيل والبزور بقدر افضل معاد لزراعة المحاصيل واخر حاجة معايا بعرفة هي الاحتياط تجاهة المائية لكل محصول وانسب وسائل مقامة الافات واحسن معاملات زراعية واوقاتها وطرق زراعة الارض وازاي نخطط للمحصول بتاعي ده كان بالنسبة لدرسنا النهار ده طبعا احنا ناخد بالنا ان نعرف بعض العناصر مهمة اوي ايه هي الرياح بقيس الرياح باجهزة ايه بسجل بقيس الرياح وسجلها باجهزة ايه اه بقدر اعرف انا اتجاه الرياح ازاي اخدنا الارصاد الفينولوجية عارفنا اهميتها ايه وفاديتها لنا كزراعين ايه اه طبعا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء في حلقة خادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا